أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن التحضير لإنشاء نقاط تفتيش حدودية ثابتة لاحتواء موجات الهجرة غير النظامية التي تمر عبر بولندا والشيك وأضافت الوزيرة فيزر أن نقاط التفتيش هذه يمكن أن تشكل وسيلة لمكافحة تهريب المهاجرين لطريقة أكثر قوة وفق تعبيرها في الوقت ذاته انضمت وزيرة الخارجية الألمانية إلى قائمة منتقذية الاتفاق الذي وقعته دول أوروبية مع تونس للحد من الهجرة تيل الهجرة غير النظامية يؤرق دول الاتحاد الأوروبي هجرة تصفها السلطات الألمانية بالكثيبة تسعى للحد منها عبر إنشاء نقاط تفتيش عند الحدود مع بولندا وجمهورية تشيك تظهر أحدث الأرقام وجود ما بين 1300 و 1400 من المهربين وهذا يكشف مرة أخرى أننا نواجه تحديات على جميع المستويات لتقييد الهجرة غير النظامية أي طلب للجوء عند الحدود سيفحص في ألمانيا وفق الوزيرة التي تشدد على أهمية حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لكن برلين في الوقت ذاته انضمت إلى قائمة من منتقدي اتفاق جديد للحد من الهجرة أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تونس في يوليو وعدت تونس بموجبه بالحصول على مساعدات مقابل تضييق الخناق على مهربي البشر وفرض قيود مشددة على نقاط المغادرة عبر البحر ترى وزيرة الخارجية الألمانية أن الاتفاق لا يصلح كخطة للمستقبل هكذا تشير حقوق الإنسان وفق قولها الموقف الألماني يأتي عقب إعلان المفوضية الأوروبية تخصيص 60 مليون يورو لدعم الموازنة التونسية إضافة إلى 67 مليون يورو كمساعدات لمواجهة الهجرة غير النظامية موقف ألماني يندرج في إطار الصراع الدائر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بين نهجين أحدهما متشدد حيال الهجرة غير النظامية وآخر يشدد على ضرورة احترام الاعتبارات الإنسانية وحاجة سوق العمل اعتبارات إنسانية قد لا يقيم لها وزنا مقترح قبرصي قدمته للاتحاد الأوروبي يقضي بإعادة تقييم المناطق السورية التي يمكن إعلانها آمنة تمهيدا لإعادة اللاجئين السوريين إليها من دول الاتحاد وما بين هذه المقترحات والاتفاقات تظل قضية الهجرة مادة دسمة يستغلها اليمين المتطرف في أوروبا لتحقيق مكاسب سياسية ولتعليق على هذا الموضوع نضم إلينا من برلين سيد محمد الكاشف الخبير الدولي في شؤون الهجرة واللاجئين سيد محمد أهلا بك ألمانيا من ناحية تغلق حدودها ومن ناحية أخرى ترفض الاتفاق مع تونس ما هي المقاربة التي تطرحها برلين أولا مساء الخير سنان هو الحقيقة إحنا لما نشوف الوضع داخليا كما أشار التقرير يعني فيه أكتر من 2300 إلى 2400 مهرب ولكن الأرقام كمان بتقول أن أنا وصل عندي في شهر يوليو فقط في 23647 طلب لجوء للمرة الأولى في ولاية زاكسن ولاية زاكسن دي هي ولاية من الولايات التي يزدهر فيها اليمين المتطرف ضد الهجرة وكذلك التقى على الحدود الشرقية لألمانيا مع بولندا والتشيك فقدوم تلك الجنسيات بكسافة خصوصا الجنسية السورية والأفغانية والتركية بتجعل أن نسمع النهاردة ملطة بتطالب كما طلبت ألمانيا بالمناسبة في 2018 و2019 بإعادة السوريين إلى المناطق الآمنة الاتفاق الأوروبي التونسي أو الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفاوضية أورسولا فوندرلاين هي الحقيقة دي كانت وزيرة الدفاع الألماني في حكومة ميركل وهي برضو الاتفاقية قيمة على العسكرية الحدود نفس الابتسعية لوزيرة الداخلية الألمانية برغم أنها كانت ضد هذه الفكرة وقالت أن نعمل نقاط تفتيش عشوائية ولكن بسبب ازدياد الأرقام ووصول عدد 175 ألف و300 طلب لجوء للمرة الأولى فقط في السبع أشهر الأولى من السنة خلى النقاش اللي صار في البوندستاج في مطلع الصيف يتم إعادة النظر في كيفية تعامل ألمانيا كدولة اتحاد أوروبي مع جارتها الأوروبيات في منطقة الشينجن اللي هي المفترض منطقة لحرية التنقل والسفر والحركة لا إحنا حنعمل حرص حدود في هذه المنطقة هي نفس الفكرة تقريبا اللي بيسعالها الاتحاد الأوروبي في التعامل في الاتفاق التونسي أو ما سبقه في الاتفاق مع تركيا أو الاتفاق السنائي ما بين أسبانيا والمغرب هي فكرة تمديد حدود الاتحاد الأوروبي وعذكرة تلك الحدود يعني بنشوف بتوصل أن فرونتكس اللي هي وكالة حماية الحدود الأوروبية بتخدم في قلب القرى الإفريقية فده يخلينا نفهم شوية لا هو ما فيش تضارب خالص هو الفكرة أن لازم أنا كأوروبا وكدولة رائدة في الاتحاد الأوروبي وقائدة الاتحاد الأوروبي زي ألمانيا يطلع عندي وزير الخارجية أو دبلوماسي على درجة عالية ليبيد وجهه ويقول نحن خايفين على حول الإنسان ويتم انتهاء حول الإنسان بالفعل على الحدود الأوروبية يوميا في مدخل العشرات الحلول الأوروبية المكررة لم تحل المشكلة حتى الآن وهي في الدول الأوروبية توصف بأنها خلقت وضعا صعبا للغاية هل تهدد هذه الأزمة استقرار الاتلاف الحاكم في ألمانيا وربما حتى إيطاليا الحقيقة أن الهجرة وكظاهرة وهي حق التنقل وحق الصفر وحق الهجرة من حقوق الإنسان ونشاط إنساني بديهي ولكن بسبب السياسات الأوروبية التي تتعامل مع هذا الموقف ومع هذه الأزمة أنها مشكلة وأنها أزمة والسياسات الأمنية وسياسات الفاشلة نقدر نقول بعد السنين وصلت أن هناك شقاق بين الدول الأوروبية وبعدها في تهديد على الاتحاد الأوروبي ككيان وفي نفس الوقت في داخل ألمانيا بالفعل الحكومة الحالية في عدم استقرار داخلي في ظل صعود اليمين المتطرف إحنا عندنا حزب يميني ألماني يعني ربنا يسطر الفترة اللي جاية وكل الحديث منصب على الهجرة والنسوء الأوضاع اللي حاصل مش بس بسبب الحرب ولكن برضو بسبب زيادة المهاجرين وبسبب زيادة وصول بشر غير نظاميين أو غير موثقين غير قانونيين خارج إطار القانون للبلاد وما إلى ذلك فدوة بالتأكيد عامل ووصل لمرحلة نحن نرى أن رئيسة المفوضية الأوروبية تأخذ نفسها وتزور رئيسة وزراء إيطاليا اللي هي بالمناسبة من حزب يميني فاشي ويبتدوا يتكلموا ويطلقوا تحذيرات ضد المهربين وضد المهاجرين وعملية البحر الأبيض المتوسط أصبح أكبر مكبرة في التاريخ الحديث مكبرة جماعية ألمانيا كما نذكر وحتى بالتعاملات اللي نرى ألمانيا قبل شهرين سنت قانونا جديدا لاستقطاب العمالة الماهرة وبدت متفائلة به لحد وصفي بأنه الأفضل في العالم ووصفته مصباح خان من حزب الخضر أن ألمانيا كانت في الماضي تضعى الحواجز والقيود أمام المهاجرين والآن تودع هذه السياسة يعني ما معنى إغلاق وعسكرة الحدود كما تفضلت الآن هنا تظهر الازدواجية أنه الاقتصاد الألماني هو بالفعل في حاجة لأيدي عاملة وفي حاجة للمهاجرين ولكن من خلال التقنين العسكرية الحدود هي ضد العابر الغير نظامي بدون أوراق خارج الأطر القانونية والنظامية للدولة أما قانون الهجرة قانون الهجرة ده الاستيراد العقول هما هنا في حاجة يعني هي قرى العجوز يا دولة في حاجة فعلا لناس تيجي علشان تدفع ضرائب وتدفع تأمينات علشان تأمن المعاشات وفي حقيقي استغلال للأيدي المهاجرة الغير نظامية والناس اللي بتوصل ألمانيا بدون ورق وبتقدم على لجوء وبتحاول تقنين أوضاعها فيه أزمة كبيرة جدا والقانون برغم أنه صدر أنه هو نقلة وتقدم في السياسة الألمانية ولكن في الداخل اليمين المتطرف بيستغل دواد وبيستغل فكرة تاني الرجل الأبيض وعنص الرجل الأبيض احنا متفوقين واللي جايين من إفريقيا ومن الدول الشرق الأوسط حيدمروا حضارتنا ومكتسبتنا اللي وصلنا لها شكرك جزيلا شكرا سيد محمد الكاشف الخبير الدولي في شؤون الهجرة واللاجئين كنت معنا من برلين شكرا جزيلا لك